اللي انت شفتم المنتخب السعودي ده نتاج عمل على الاقل على الاقل اخر سبع او ثمان سنين نتاج عمل مشروع حقيقي مع هيرفر نار مشروع حقيقي في الدوري السعودي مشروع حقيقي مع اللاعب السعودي مشروع واع مشروع ده اساسه ايه بقى؟ اساسه النظام ببساطة مش عايزة حط مقارنات عشان برضو ما احنا يعني كان جالنا اجيال استثنائية هي قصة مش مقارنات على قد ما هي نبص على بصة كده طب الناس دي وصلت ازاي؟ انها ناردكسة بالارجنتين احنا لست كاسبانين بلجيكا بالمناسبة برضو بس هم عندهم شوية حاجات كويسة من الحاجات الكويسة دي انه بقى فيه دوري منتظم بقى فيه دوري محترفين كبير بقى فيه دوري يعني بصراحة هو الافضل عربيا دلوقتي منتظم فرق كتير تنافس لعبين محترفين كتير وفيه نقطة مهمة هرجع انا الهيرفين النار السوري اللي ورده بس يعني ايه سايبله حكاية لوحده انه دلوقتي في السعودية في الدوري السعودي سامحين لتمن محترفين اجانب يلعبوا في كل فريق في الدوري السعودي وانا هنا من اول ما البرنامج ده بدأ انا عملت على فكرة بالمناسبة حلقات عن الكصة دي حلقات عن الكصة دي وكنت بتناقش مع ضيوفي في هذا الامر يا جماعة مش عايز احلف ومش عايز اقول انه هو ده اكيد الرأي الصح بس اللي بتمنى ان احنا نقعد ونناقش الرأي ده بس نقعد مش انا اللي اقعد حضراتكم اللي بيديره اتحاد الكرة ولي بيديره الكرة في مصر يعني يا فنم لازم تفتح باب الاحتراف الداخلي يعني انك تأسري انك يبقى فيه عندك استراض ويبقى فيه عندك تصدير يعني تجيب لعيبة كتير وتطلع لعيبة كتير ما تجيش تقول لي الجملة الشهيدة اللي وجعتلي وداني اللي هي ايه لا 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 فتح باب الاحتراف ده يؤثر بالسلب على المنتخب المصري طيب ما اقصرش ليه على المنتخب السودي طيب احنا عندنا حاجة لازم نفكر فيها بالعقل يبقى عندك سبع تمن تسع عشر لعبين كمان على فكرة انا مع فكرة انك تفتح على الاخر كمان مش بعدد تفتح على الاخر اللي عايز يجيب تلاتين لعب احيات اللي انت عايزه ده ليه مش هيأثر في اللعب المصري ببساطة انا هقول ببساطة رأيي وبرضه ده رأيي محل نقاش يعني ممكن فيه اجزاء منه يعني يترد عليها ممكن بس ده ده فكر يعني او متصور كده لما هتجيب لعب محترف تمانية تسعة محترفين تمام اولا هو هيفيد جدا بديله يعني البديل اللي بيلعم معاي انا مثلا هجيب مهاجم بس مهاجم برضه لما هفتح احتراف تمانية تسعة نروح بقى لعبك كويسة مش اللي هو نجيب لكشة وخلاص لأ تمانية تسعة يفيدونا والتحاد كرة يحط معايير كده يعني زي مثلا في السعادة يقولك ما تجيبش ازب من 28 سنة تجيب لعب مثلا كان دولي بمش عارف كلاس A B C ما تنزلش تلعب في الدوليات اللي مش عارف معينة تحط شروطك بحيث انك تضمن الاندية ادامة انا فتحت لك انك تستورد لعيبة او تجيب لعيبة من برة بس تجيبها بكواليتي محترم عشان يفيد اللعب اللي جنبه بقى اللعب المصري اللي جنبه ليه؟ انا مهاجم بلعب في الاهلي او في الزمالك مهاجم شايف في الاهلي او الزمالك وجبتلي بقى مهاجم من المهاجمين التقال اوش انا اكيد اكيد واحد هتعلم منه ثانيا هحاول اجتهد جدا انه نوصل للمستوى ده لعله عسى اخد مساحة او تنافس معاه وضع اللي بيحصل بالزبط ياخد بالك لعيبة المنتخب السعودي اللي كان بيلعبه النهاردة دول في منهم لعيبة بيعودوا على الدكة في انديتهم لصالح جانب بس انت بتخيل هو بيقعد في انديته او في الفرقة اللي بيلعب فيها على الدكة وبالمستوى ده ليه؟ عشان حجم التنافس مع عزميله اللي بيلعب عليه كبير جدا فبيحاول يوصل له طول الوقت ده واحد اتنين المسابقة نفسها قوة المنافسة نفسها في الدوري هتزيد جدا جدا ما انت بتجيب بقى لعيبة بشروط معاينة بكوالة معاين من الاجانب وحتى الاندية الكبيرة او الاندية اللي معاه فلوس اللي هتجيب اجانب أكتر من الاندية الاقل فالاندية الاقل دي هتستحوز بقى على اللعيبة المصريين وتخليهم يحاولوا يخشوا منافسة مع اللعيبة الاجانب اللي بفلوس كتير عشان يوصلوا لمستواهم فهتلاقي الحلو من اللعيبة المصريين في نادي في وسط الجدول دلوقت مثلا بيلعب أصاد لعيبة كبيرة اجانب موجودين في الاندية الغنية فهيحصل ايه هتلاقي اربع خمس ست فرق بقى بتنافس واربع خمس ست فرق بتحول مع بعض واللعب المصري دوت مستوى بيعلى ومش بس كده ديف على ده كمان انا دلوقتي لعب مميز في النادي الاهلي او الزمالي افشا زيزو حط اي اسم محمد عبد الرب حط اي اسم تمام انا الاهلي او الزمالي انا مش عايزة لطلع اللعيبة دي الاحتراف يا باشا جاي له عقد حلو برا في اوروبا لا 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 مش هطلعه انا محتاجه مفيش لعيف في مصر بنفس المستوى فانا محتاجه لكن لما انت تقول له يا باشا طلعه سيبه يطلع برا يحترف هيحصل ايه هتجيب انت واحد بداله من غانا بقى من كوديفور من السنغال من جيبوتي من الجابون من ايه حط من امريكا اللاتينية هات بقى ما انت فاتح هات اللي انت عايزه هتلاقي بعد كده اللعب المصري تلعب في اوروبا هنا بقى المنتخب يستفيد زي المغرب زي الجزائر مثلا لو بصيت على المغرب والجزائر هتلاقي معظم اللاعبين اللي بيلعبوا في المغرب والجزائر هم لعبين اصلا موجودين في اوروبا مش موجودين في المغرب ولا الجزائر في الدولة المغربية او الدولة الجزائري لازم نقعد نفكر بس نفكر تفكير غير التفكير الديق اللي هو ايه هيرفي رينار ده هو اللي عامل كده في السعودية كلها طبعا هيني في النور مدرب كبير بس يا جماعة والله العظيم والله العظيم هيني الحكاية مع حكاية مدرب وخلاص حكاية منظومة هات بيبقى جورديولا في منتخم مصر وانت المنظومة بتاعتك مش متزبطة والله ما هيعمل حاجة بيبقى جورديولا لو في مانشستر سيتي ما بيعملوش كل اللي بيحلم به مش هيعرف يبقى بيبقى جورديولا فانت عشان تبقى عندك فرقة او منتخم محترم لازم كلنا بقى نتعاون يبقى في دوري منتظم محترم محترم دوري منتظم محترم في عدالة في التحكيم في لعبين بنستوردهم ولعبين بنصدرهم في تحكيم جيد في إدارة للكورة جيدة في لوائح وقوانين صارمة في تفاصيل عشان نوصل في الآخر بكل ده لصالح المنتخب انا بقول كده واحنا واقفين عند نقطة مش وحشة احنا بس اللي بيقضي كل شوية يضيقنا كده ويزعلنا نحنش موجودين في كاس العالم بس احنا يبدو نحن مشيين في طريق في تحسن عشان برضو الأمور ما تبقى شكائبة يعني او ان انا بقول نحن واحشين قوي يعني لا احنا كويسين احنا وصلين نهاية كاس الأوم الأفريقية وصلين لآخر نقطة في تصفية كاس العالم الصح نحن نبقى في كاس العالم والصح نحن نبقى كسبانين كاس الأفريقية بس ده مش بالكلام ومش بحضارة سبع تلاف سنة ومش بالست بطولات ولا السبع بطولات ومش المنش عارف لأ بنظام نطبقه طول الوقت نشتغل هنعرف نروح كاس العالم هنعرف نكسب الأرجاتين بالمناسبة أنا عايز حالاتكم ترقبوا معظم المنتخبات اللي في كاس العالم في منتخبات كبيرة كتيرة قوي وانت بتتفرج عليهم انت عارف ان انت حسن وانا بقى بحكلمك في كل اللي احنا عندنا دوت احنا حسن يعني المنتخب المصر انا مش عايز بس اقول عشان فيها اسماء منتخبات عربية اسماء منتخبات أفريقية اسماء منتخبات زي استراليا النهاردة احنا اكيد احسن من استراليا كابتلاها في فرنسا النهاردة اكيد يعني كابتلاها في كاس العالم انت حسن منها شوية نظام بسيط ونظام يتحط بالورق والألم مش نظام معقد هتلاقي الأمور كلها تحسنت وروحنا في طريقة احسن يا رب يكون ده اللي حصل النهاردة من المنتخب السعودي يفيدنا ويفيد تونس ويفيد المغرب ويفيد الجزائر ويفيد الامارات ويفيد قطر ويفيد البحرية ويفيد كل المنتخبات العربية نتمنى ليه لا مش عايب احنا علمنا الناس لما تعادلنا مع هولندا في كاس العالم 90 احنا علمنا كل الوطن العربي لما كسمنا ثلاثة بطولات أفريقية 2006 و2008 و2010 الناس بتاخد مننا وناخد منهم وتبقى الدنيا أحسن لمصلحهم ده فيما يخص النهاردة مباراة المنتخب السعودي والمنتخب التونسي ترجمة نانسي قنقر